موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك اليوم سوف نتعلم مشهدا سينمائيا يقوم بالانفتاح في البداية مثل ما نراه في الأفلام السينمائية أولا نقوم بتحميل الفيديو الذي نريد العمل عليه نقوم بوضعه في التايم لين لكي نبدأ العمل هذا هو الفيديو الذي سوف نعمل عليه أولا نضغط على الفيديو في التايم لين ثم نقوم بالضغط على الزر الفأر الأيمن بعدها نختار هنا تنبتق لنا هذه النافذة نضغط على pan and zone فكما تلاحظون الآن لدينا هنا خانتين خانة أولى مكتوب فيها end والخانة الثانية مكتوب فيها star نقوم بالضغط على هذا الزر هنا لكي نستبدل مكان star بـ end نأتي إلى هنا ثم ننزل إلى الأسفل قليلا ثم نختار كلمة custom هذه تمكننا من تهديد الأماكن التي سوف نبدأ منها بحرية نقوم بتصغير هذه الخانة التي تحتوي على كلمة دستار حتى تصبح على هذا الشكل يفضل أن تكون هذه في المنتصف بعد أن ننتهي من هذه العملية نضغط على ok فكما تلاحظ الآن بدأ المجهد ينفتح شيئا فشيئا ولإضافة text إلى الفيديو نذهب إلى text ثم نختار هذا title نقوم ببعض التعديلات على الخط لكي يصبح متناسقا مع الفيديو هنا نقوم بهذه التعديلات كما ترون الآن يجب أن يكون الخط بسيطا ومتلائما مع المشهد ويبقى هذا على حساب اختيارك عندما ننتهي نقوم بالضغط على ok انظر الآن بدأ الخط يظهر لكنه ليس متناسقا مع مجهدنا فسنضيف إضافة إلى هذا الخط ليصبح متناسقا مع الفيديو بشكل جيد نقوم بالذهاب إلى transition بعدها نختار dissolve هذا سيمنحه انسيابية أكثر نضعه فوق الخط ثم نجره قليلا إلى اليمين لكي يصبح متناسقا مع هذا الخط نضغط على ok فكما ترى الآن الفيديو أصبح جاهزا فقط نقوم ببعض التحسينات عليه لكي يصبح جاهزا للعمل أو للاستعمال فلم يتبقى لنا سوى أن نعمل export للفيديو أتمنى أنك استفدت شيئا معي اليوم شكرا لك شكرا لك